موسيقى السلام عليكم طلابنا الأعزاء من فضائية العراق التربوية نرحب بكم ونقدم لكم درس جديد بمادة شبكات الحاسوب المرحلة الثالثة لقسم الشبكات اليوم نكمل درسنا عن الفصل الخامس اللي هو تقنيات المستخدمة في الشبكات الواسعة في الدرس السابق أخذنا تقنية الـ ISDN اليوم نكمل القنوات التي تستخدمها تقنية الـ ISDN طبعا تقنية الـ ISDN تستخدم ثلاث قنوات القناة B التي هي الموجودة في الشاشة وقناة D وقناة H لو نأخذ القناة نوع B هي القناة الأساسية للمستخدم تقوم بنقل بيانات صوت أو خليط من صوت وبيانات وذلك يمكن لهذا النوع من القنوات تحقيق أربعة أنواع من الربط إذن القناة B تنقل لنا أما بيانات أو صوت فقط أو بيانات وصوت خليط من هذا وتستخدم أنواع الربط أربعة أنواع من الربط والتوصيل سوف نأخذهم إذن أربعة أنواع هذه الأنواع أنواع ربط قناة B أنواع ربط القناة B أول نوع هو التوصيل بالدوائر هو نوع مقابل للتحويل بالدوائر الرقمية طبعاً نحن في هذا الفصل نستخدم دائماً التقنيات الرقمية المتوفرة في الشبكات الهاتفية بحيث عندما يقوم المشترك ببدء مكالمة يتم إنشاء دائرة توصيل مع المشترك الآخر إذن من يسوي مكالمة رأساً يصير دائرة توصيل بالمتصل الآخر ثانياً التوصيل بالحزم إذن التوصيل بالحزم سبق إن قلناه اللي نسميها الباكت في هذا النوع يتم توصيل المشترك إلى عقدة التحويل بالحزم نحن قلنا في الـ ISDN عبارة عن مجموعة من العقد تنتقل البيانات من عقدة إلى عقدة ففي هذا العقد موجود التحويل بالحزم يتم تبادل البيانات مع المشترك الآخر من خلال بروتوكول اللي نسميه X.25 يعني X.25 هذا بروتوكول يستخدم في الشبكات الواسعة الثالثاً إذن التوصيل بالإطارات بالفريم في هذا النوع هناك إذن يحول إلى عقدة التحويل بالحزم هنا إلى عقدة التحويل بالفريم عقدة التحويل بالفريم ويتم تبادل البيانات مع المشترك الآخر عن طريق بروتوكول نشوفه لأول مرة شباب اسمه البروتوكول المختصرة LAPF اللي هو Link Access Protocol Frame Link Access Protocol Frame رابعاً إذن التوصيل شبه الدائم هنا في هذا التوصيل ما رح نستخدم أي بروتوكول في هذا النوع يتم توصيل المشترك إلى مشترك آخر من خلال ترتيب مسبق من خلال من دون الحاجة إلى بروتوكول إنشاء المحادثة يعني ما نحتاج إلى بروتوكول ينشئنا محادثة وهذا النوع هو مشابه للخط المؤجر سبق أن أخذناه أنه الخطوط المؤجرة اللي نسميها Leased Line إذن بعدها أخذناه ننتقل إلى القناة الأخرى اللي قلنا هي القناة نوع D القناة نوع D لو نجي نكبر هذه القناة نوع D ونشوفها شنو البيه تستخدم هذه القناة لخدمة هدفين القناة D تستخدم لخدمة هدفين الهدف الأول هو نقل معلومات الإشارة اللازمة للتحكم في حالة مكالمة التحويل بالدوائر المرتبطة بالقناة B إذن التحكم في حالة مكالمة الدوائر مرتبطة بالقناة B تستخدم ثانياً نقل البيانات قياسية بسرعات منخفضة بسرعات منخفضة أو في التحويل بالحزم في حالة عدم وجود معلومات إشارة مطلوب نقلها إذن في حالة ما موجودة إشارة نريد ننقلها نستخدمها في القياسات بسرعات منخفضة في التحويل بالحزم في التحويل بالحزم ننتقل إلى القناة الأخرى قلنا سبق وإن قلنا أنه الـ ISDN بها ثلاث قنوات هي B و D و H نأخذ القناة H لو نأخذ القناة H هذه القناة H القناة نوع H طبعاً هذه تستخدم في سرعات عالية تستخدم هذه القناة في حالة وجود تطبيقات تحتاج لنقل البيانات بسرعات عالية إذن هناك أخذنا القناة B بـ 64 نبضة أو ميجابيت بالثانية والقناة B 16 نبضة بالثانية أو ميجابيت بالثانية هذه القناة لا سرعات عالية تستخدم 384 ميجابيت بير سيكن أو 2048 كيلو بيت بير سيكن كيلو بيت بير سيكن مثل نقل المؤتمرات المرئية إذن المؤتمرات المرئية اللي يصير في التلفزيونات تنقل بوصفة قناوات H أو الصوت ذو الكفاءة العالية إذن إذا كانت كفاءة الصوت عالية يتم نقلها عبر القناة No H وغيرها من التطبيقات إذن قلنا التطبيقات اللي تحتاج سرعات عالية إحنا ننقل نستخدم القناة H نستخدم القناة H إذا نأخذ عدنا هنا معدل الموائمات معدل الموائمات المستخدمة معدل الموائمات المستخدمة في قنوات شبكة الـ ISDN طبعا تلاحظون طلاب أن الـ ISDN كل شيء شرح بها موسع وبها معلومات كثيرة وموضوع متداخل في موضوع وذلك لهمية شبكة الـ ISDN في الوقت الحاضر عدنا معدل الموائمات اثنين معدل التبادل الأساسي ومعدل التبادل الأولي رح نأخذ واحد واحد نأخذهم ونشوف شنو الفرق بيناتهم لو نأخذ هسه معدل التبادل الأساسي وشون رح نحسبه معدل التبادل الأساسي هذا معدل هو النوع الأول قلناه من القنوات المتاحة للمستخدم للدخول إلى شبكة الـ ISDN إذن هو النوع النوع المتاح للدخول إلى شبكة الـ ISDN يتكون من قناتي يتكون من قناتي النوع بي اللي هي فول دوبليكس يعني فول دوبليكس شنوه نتصل ونستلم الاتصال في نفس الوقت يسمى بالفول دوبليكس بينما الـ HALF دوبليكس نتصل ونستلم الاتصال بعد فترة من الزمن كل من هاي القنوات ينبي شتستخدم 64 قلناه كيلو بيت بالثانية قناة بي دائماً 64 بالإضافة إلى قناة نوع دي قدناه قناة نوع دي هم تستخدم الفول دوبليكس لكن جد سرعته مقدار السرعة مالتها 16 كيلو بيت بالثانية قدناه قانون مهم اللي هو نحسب به معدل التبادل الأساسي من خلال معادلة التالية من خلال هذه المعادلة المعادلة التالية بما أنه قلنا أنه هذا المعدل الأساسي متكون من قناة ين بي سرعتها 64 كيلو بيت بير ساكنت وقناة دي متكونة من 16 فالبي ثنياً نضربها ثنياً في 64 ونجمعها وياً 16 فتطلع لنا السرعة أو معدل التبادل الأساسي 144 كيلو بيت بالثانية أو كيلو بيت بير ساكنت إذن بعد أن أخذنا معدل التبادل الأساسي وتعلمنا شون نحسب معدل التبادل الأساسي الآن ننتقل إلى معدل التبادل الأولي لو نجي نكبر معدل التبادل الأولي هذا معدل التبادل الأولي قلنا ذاك النوع الأول معدل التبادل الأساسي هذا هو النوع الثاني من القنوات المتاحة النوع الثاني من القنوات التي تتصل لنا تخلي المشترك يتصل بالإي أس دي أن يعني شبكة الإي أس دي أن هو أعلى من المعدل الأساسي طبعاً أعلى بالسرعة مالته ويخصص للمستخدم يحتاج هذا المعدل العالي يعني يحتاج معدل عالي يستخدم المعدل الأولي بسبب اختلاف البناء التضاعفي للقنوات وزيان يختلف من حيث البناء التضاعفي للقنوات هذا معدل التبادل الأولي إذن عندنا معدل تبادل أساسي ومعدل تبادل أولي هسه راح ننتقل إلى البروتوكولات المستخدمة قدنا مجموعة من البروتوكولين البروتوكولات المستخدمة في شبكات الـ ISDN أول بروتوكول اللي هو بروتوكول LAPD طلاب مثل ما قلت لكم درسنا يجب أن تحفظ هذه المختصرات L هو اللي قلنا بروتوكول ارتباط الدخول link access protocol D D قناة D إذن link access protocol channel D هذه القناة D بروتوكول ارتباط الدخول إلى القناة D بروتوكول ارتباط الدخول هذا هو ترجمته حرفياً وهذا هو المختصر نحفظ المختصر مالته البروتوكول الثاني اللي المهم ودائماً يستخدم هو بروتوكول X.25 هو هذا بروتوكول X.25 إذن هذه البروتوكولات المستخدمة في شبكة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ال ISDN ال ISDN لو ننتقل إلى ال ISDN تطبيقات التي تستخدمها القناة D في طبقة شنو التطبيقات التي تستخدمها لو نجي على التطبيقات التي تستخدمها نلاحظ هناك ثلاث تطبيقات تستخدمها القناة D في طبقة الشبكة أولاً إشارات التحكم أولاً إشارات التحكم يتم تعريفها بالبروتوكول قلنا هذا البروتوكول 1.451 slash q.931 هذا البروتوكول شوية صعب الحفظ وهذا البروتوكول يستخدم لإقامة واستمرار وإنهاء الاتصال على القناة D إذن هذا البروتوكول هو يقيمنا الاتصال ويخليه يستمر وينهي الاتصال فهو بروتوكول بين المستخدم والشبكة إذن هذا هو بروتوكول بين المستخدم والشبكة ثانياً عندنا أرسال الحزم إذن تطبيق الثاني هو أرسال الحزم في هذه الحالة يستخدم بروتوكول قلنا هذا بروتوكول دائماً نشوفه مهم بروتوكول X25 يعني X25 لإنشاء الدوائر الافتراضية على القناة D هذا هو يسوي دوائر افتراضية أو ينشئ دوائر افتراضية للمستخدمين على القناة D الآخرين لتبادل الحزم حيث يتم إرسال الحزم في إطار مثل ما قلنا إطار هذا البروتوكول اللي هو وثالثاً القياسات القياسات هي هذه القياسات لا تزال قيد الدراسة والتطوير يعني هذه القياسات هي تطبيقات قيد الدراسة والتطبيق إذن هذه التطبيقات التي تستخدمها القناة D قلنا القناة D اللي سرعتها 16 كيلو بيت بير سكند هذه القناة هي وبها ثلاث تطبيقات هي إشارات التحكم وإرسال الحزم والقياسات إلى هنا طلابنا العزاء نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا لهذا اليوم حول شبكات الـ ISDN نلتقي بكم في دروس قادمة إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى